مرحبا محمود محمود أبو الغلوة اليوم معنا بهذا الحوار لأنه عم نصلت الضوء على فيلم بين معبرين اللي كنت أنت جزء من إنتاجه سكريبت وإديتينج يعني توليف وكتاب السيناريو أنت كمان مخفج محمود وعندك كمان أعمال لها علاقة بغزة بطريقة كتير كمان ملفتة للنظر لأنه هاي بنرجع لها بس بتلف حوالينا الموضوع بطريقة أكتر انتمته فيها حميمية بعلاقات الناس الاجتماعية اللي عايش بغزة وتحت الحصار لها أكتر 17 سنة طبعا عذاك عن الاحتلال اللي إله من 1942 نتشرف نكون عنا حوار معك اليوم نتعرف أكتر عليك وتحية للشهيدين ياسر مرتجا ورجدي سراج اللي هن جزء من هذا الفيلم كمخرجين وهلأ أنت بتحكي لنا عن القصة اللي ورا هذا الفيلم فأهلا وسهلا فيك وبتمنى أنك تقدر تشاركنا هاي القصة ورا فيلم بين معبرين والله شكرا والحاجة على اللقاء والفرصة هذه اللي أحب يحكي عن صحابه اللي استشهدوا وكان في رحلة طويلة في غزة مع بعض في الشغل مش عقد فيلم بين معبرين على أكثر من فيلم يعني ياسر مرتجا كان عنده شركة عين ميديا وأكثر من مرة إحنا اتشاركنا في بعض الأعمال منها فيلم بيسان فمن هنا أنا عرفت ياسر أصلا لأنه في حرب 2014 ياسر خاطر في نفسه صور الدفاع المدني مدة تسع ساعات وهما بيحاولوا يخرجوا طفلة اسمها بيسان من تحت الأنقاض برضو كنت المونتير من هنا كمان الحلو إجت أنه أنا كمخرج كتبت فيلم اسمه خطيئة المونتاج وحطيت في فكرة الفيلم تبع ياسر فأعتقد أنه معرفة ياسر بالنسبة إلي كانت إلها أبعاد كتير أبعاد مونتاج وأبعاد على كتابتي لبعض الأفلام اللي إلها دخل في شغل قصة فيلم بين معبرين كانت عبارة عن محاولة جريئة من ياسر ليحقق حلمه بالآخرين كان هو ياسر أصلا حلمه يسافر برا غزة وأكثر من مرة أنا وإياه في 2017 نهايتها وخلال شهر 3 في 2018 نتلاقى في المعبر يعني أنا أرجع هو يرجع أنا أرجع هو يرجع وفي واحد المرات كنا بنشتغل عمونتاج فيلم بين معبرين اكتشفت أنه أنا مش قيل له أنه أنا بدي أسافر وهو مش قيل له أنه أنا وأنه بدي أسافر ومناش نكمل الفيلم خلاص أنه إحنا قررنا نتلاقينا في المعبر فبقول له شو بتعمل؟ قال لي والله جبت الكاميرا إذا سفرت سفرت ما سفرت باخد أكمل لقطة منحطهم في الفيلم قلت له أنا والله جاي أسافر ورجعنا أنا وياه والفيلم كان عبارة عن لأنه إحنا أصحاب المكان ونور كانت متاحة فالفيلم كان عبارة عن إخراج ومنتاج تجريبي يعني مش والله هاي الماتة ويلا المنتج لا كنا والله حاسين أنه طب تعالي نصورها على البحر هيكون حلو تعالي نصورها في البيت تعالي هذا ونركب لحد يوم أربع إبريل الفين وطمانتاش كان لسه مجاهز الفيلم كاملا ولا ولا المنتاج أجلي طب اسمع أنا بدي أروح على الحدود أصور وإنت لما تصحى نيش على المكتب ومنفنش الفيلم منسكر الفيلم قلت له أوكي فاستشهد ياسر وقعدت فترة ما كملته وبعدها كملت المنتاج ورجدي وين كان مكانه بهذا الفيلم؟ رجدي كان في هذا الوقت مصور يعني كل اللقطات أو القصص كان يطلع رجدي وياسر كانوا الاثنين عبارة عن صحاب الشركة وصحاب الفيلم وصحاب الفكرات اللي كملوا رجدي أنا كان تواصلي أكتر مع ياسر ورجدي كان كمصور في هذه الفترة بالأسف كمان استشهد بآخر وكان استشهدوا بطريقة كيف شباب مثلكم بغزة قديش عن جد لما تكونوا أنتوا عم تشتغلوا على إخراج فيلم وأنت كمان لأنك اشتغلت على أفلام قبل قديش في مجال للتخطيط لتكون عارف أنت شو رح تعمل ووين رح تنفذ بظل منطقة دائما دائما في عليها هجوم وحرب وقصف قديش في مكان لأنك أنت تكون عم تتحضر وأحيانا أكم مرة بتتغير الخطة اللي أنت حاتتها لحتى تقدر تجاري الأحداث اللي دائما تيجي أقوى من أي شي مخطط له قديش في سهولة وصعوبة يعني بتحضير عمل ما إلو علاقة مثلكم بالتصوير بكتابة بتفكير حتى القصة نفسها بتتغير لأنه ناس بتختفي بتغيب وتستشهد وبتبعد أنا على سبيل المثال على سبيل المثال ممكن أتطرق على قصة كتير صغيرة قبل ما أروح لك عن الموضوع مثلا في السنة 2014 كنت باش تتغيل مساعد مخرج ومنتير مع خليل اللي مزين على فيلم سارة 2014 اللي هو فيلم سينمائي وأعتقد انعرض في في عدة مهرجانات في العالم إنه بعد ما احنا تقريبا خلصنا تسعين في المية وضي العشرة في المية صارت الحرب فانقصة في اللوكيشن تبع كل فقدرنا احنا نغير السيناريو ونغير النهاية بما يتناسب مع مع الوضع أو الحالة اللي صارت اللي صار في فيلم بين معبرين احنا احنا من غزة احنا اهلها واحنا الاصحاب المكان وغزة صغيرة غزة صغيرة فسهل إنه قالوا ياسر بينه وبينك عشرين دقيقة تلاتين دقيقة تعال جيب الكاميرا نصور وين نور والله نور قاعدة بتشرب جهوة في مكان طب خليك هين جايين نصور فالفكرة فالفكرة انه انت مش في الفيلم الوثائقي وحصوصا انه معايشة فاحنا متاحين منكون اطناعش اربعتاش ساعة بليوم لانه انت بالاخير ما فيش اي تخطيط انت التخطيط انه انت افضل لحظة او افضل اشي ممكن يعبر عن حالة الفيلم او حالة نور خلال الفيلم تصور في وجه ما كان فيه غزة كتير فيها احداث داخلية كان احداث على الحدود اللي هي مسيرات العودة بس كان فيه كتير اشياء بتعوج بتعوج يعني مثلا المشاكل الكهرباء مشاكل الحصار كتير كان بتغلبنا هاد المناطق مثلا انا امنتج والله تعال المنتج مدة ساعتين لانه البطارية فيش فيها ساعتين خلص تعال المنتج مدة ساعتين صحيح فعندكن يعني كل هاي الاشياء اللي بتحد من انك انت تشتغل بوضع طبيعي على اخراج او انتاج او تصوير او الانتقال من موقع تصوير لموقع تصوير محمود هون بدي ارجع على الفيلم بدون ما نحرق طبعا قصة الفيلم اللي بدهم يحضروا موضوع الفيلم هو موضوع له يعني سنوات من اول ما صار الحصار خانق على اخدار غزة شخصية نور اللي هي بتعبر عن شخصية كتير شباب منهم انت ومنهم ياسر اللي جرب يعني يطلع والله يرحم وستشهد قبل ما يقدر يشوف اللي حقق حلمه انه يشوف غزة من فوق من شباك انتو محاصرين بين عاجز إريز وبين معبر رقح وما في اي طريقة تانية للخروج لنعيد التذكير بانه بحر غزة هو ممنوع يعني محاصر ومغلق سماء غزة مغلقة فما في غير هدول المعبرين وهذا حال جيال كاملة وشعب كامل محاصر بهذه المنطقة اذا فينا نرجع نحكي عن هذا الاحساس اللي انتو بكتير من الافلام لمخرجين بقلب غزة حاول يحكو عنه وانت بجزء من افلامك عن هذا الشعور انك انت بمكان مش قادر تخرج منه شو بيطلع هذا الشي كيف بتعبروا عنه فنيا لانه كمان في فنانين بصريين كتير في غزة مثل كتير يعني بنعرفهم حاليا او خارج غزة او داخل غزة كيف هذا التعامل مع الحصار اليومي انك ما تقدر تخرج من هذا المكان احنا لو اعتبرنا انه غزة رئة ومصدر الهوى الوحيد حتى مش مش معبر يعني معبر رفح اللي هو مع المصريين معبر ايرز متخصص اكتر يعني مش طبيع مش للناس الطبيعية او اللي ممكن عنده حلم وبدو يحقق ويطلع برا او عنده رؤية وشغف معينة بدو بدو يعملها في العالم فيطلع منه لا فيك محدد يعني انت مرضى ولازم دون المرضى يكونوا كتير حالات خاصة حالات خاصة اللي هما مرضى السرطان ويتعالجوا في الوقت دبلوماسيين معبر ايرز عبارة عن نقطة نقطة حماس نقطة فتح نقطة اسرائيل فانت اذا بتتفلتر من الاول وتروع على الفلتر التاني كيف تبعين حماس سمحولك تدخل هنا بعدين اسرائيل وبعدين ممكن ترجع بأي واجد فانا لا اعتبره معبر جد ما هو انا بعتبره يعني فلتر اكتر ما هو معبر معبر رفح هو اللي احنا دايماً متمنى يكون مفتوح واحساسنا يعني صار مع الواجد صار بالنسبة للناس عبارة عن بلوك موجود عقولهم اكتر من مكان ومع انفتاح السوشيال ميديا وخلال 17 سنة نقدرنا نسافر في السوشيال ميديا لكل مكان ونشوف كل الاشياء اللي في العالم بصير عملية انه انت بدك تطلع من غزة مش تتهاجر منها تطلع تشوف العالم تشوف انه اللون الاخضر هذا اللي موجود في تركيا واللي موجود في بيروت غير عن انه اللي اخضر اللي موجود في غزة انه حاجة تانية المسافات احساسك بالمسافة انت لما تروح في بص 12 ساعة غزة كلها بتخلصيها بساعة يعني انت لو بديت من بعبر رفع ورحت عبعبر بتحنون بسرعة 80 كيلو في الساعة خلص بساعة واحدة بتخلص فانه كل هاده الاشياء كانت سبب انه يكون المعبر واحساسنا بالحرية مادة ادبية تنحط في الافلام فانت بتلاقيها في اي لوحة بتلاقيها في اي فيلم فهادي موجودة يعني ياسر كان نفسه بجد يصور غزة من الطيارة مع ان فيش ولا طيارة بتمرفق غزة يعني احنا لازم بعد ما نطلع من معبر رفع نروح 12 ساعة بالبص على مطار القاهرة ترحيل كأنك محبوس ومن هناك تسلم جوازك ويقول لك تفطر تسافر وين ما بدك فاحساس ياسر انه محتاج انه يطلع برا كان محتاج احساس للحرية وترجمته هذا الاشي في الفيلم كان برضو تعبير عن الحرية بالفن بالمضمون وهذا بتشوفيه انت في نور واجد تبكي واجد تصرخ واجد انه هي تعبر وانت بتشوفيه اصلا كمان بالكوادر اللي صورها ياسر من وراء السياج كل الاشياء والشنات من وراء السياج وهيتلاحظيها انه هذا هذا الثيمة العامة في بعض الكوادر انه هي من وراء شيء انت بتقدرش تشوفنا حتى العالم العالمة وبشوف غزة بشوفوش حقيقة وبشوفو من وراء شجزاء زرجة حتى لو انت تضمنت وعيطت ومساكين انت ما وصلك لاحساس الحقيقي تتبعه وهذا اللي انا دايما بحاوله ووصله للعالم الحقيقة هناك ابشع منه انت ممكن تتخيلها اللي ما عاشش بغزة او فش في ذاكرة دماغه صوت الزنانة الصوت الطائرة الاستطلاع اللي هي اصلا اتموسفير الفيلم هتلاقيها في الفيلم الاتموسفير العام هو هذا الاحساس اللي كان صايب ياسر ورشدي نفس الشغلة يعني رشدي كان ممنوع ياخد جواز سفر رشدي من جديد قدر انه يسافر ويطلع على السعودية ورجع كان ممنوع ياخد جواز سفر وجواز سفر مش موجود نفس الاحساس كان عند رشدي ذكرت شغلتين كتير حبيتهم انا لانه دائما واحد بفكر فيهم علاقة اهل غزة بالمسافات وبالزمن هذا الشيء بكتير من انتجات وافلام غزة بنشوفه هذا الوقت اللي الواحد بنتظر شيء كل الوقت لدرجة انه الانتظار بيصير جزء من الحياة اليومية وجزء من تعاملك مع الحياة الخارجية الزمن والمسافات زي ما قلت احنا اذا بدنا نروح على شط لبنان وننزل نزول وضلنا مكملين بنوصل على غزة هالقدة صارت نعتبرها هالقدة مسافات بعيدة وكأنه بمكان غير موجود على كوكب الأرض فهذا بتخيل احنا من الخارج فما بالك انتم من الداخل فهدول النقطين كتير رائعين كيف وصفتهم العلاقة بالزمان والعلاقة بالوقت والانتظار وهذا عشناه مع نور الخيبات الأمل المتكررة انك تروح وترجع يعني وتستسلم وترجع توقف على اجريك وتكمل يعني هذا كمان شيء رائع صراحة الاستمرارية فكيف واحد بيحبط للدرجة بس ما في خيار الا انك ترجع توقف على اجريك وترجع تعيد المحاولة انا كمحمود كنت مستحيل اطلع من غزة يعني انا طلعت في سن التمانية وعشرين كمحمود انا شفت جبل نهر ثلج في سن التسعة وعشرين تلاتين تمام في المقابل كنت في هذا الزمن بشتغل قناة انترنشنل ونعمل كتير شغلات للاطفال وللعالم بحكم انتجات فنية وكنت عامل فيلم اسم قارب ورق بحكي عن ان كنا نمتلك حرية العيش بعبودية فلا نمتلك حرية توريسها الشغلة الوحيدة اللي خلتني اطلع من غزة انه مش انه انا بدي هاجر انا حتى الان مش مهاجر ومش لاجر مش معتبر نفسك مهاجر ولا حتى الان مع جواز الفلسطين يعني هذا بالنسبة لأحد اهم القضايا اللي ممكن انه انا ما بدي اي جنسية تانية عندي قدرة انه انا ممكن احفظ اللي طلع انه انا بحس انه مش اكتفيت من غزة بس غزة ما عادت قادرة تعطيني شو انا ممكن اتخيل وكان الهدف انه مثلا اخد منحة لفيلم من جامعة كاليفورنيا للسيناريو عبر مهرجان القنا اللي في منحة السيناريو والتطوير لفيلم الخطيئة المنتاج عن شخصية المنتير وعلاقتي مع ياسر عبر فيلم بيسان فهمان انت برجعلك على فكرة الاولى برجع على فكرة بين معبرين انه كان فاسد وكانت منحة كتير قوية تمام وفجأة معبر سكر يهديك ويرضيك وعملولي اي تنصيق طب السفارة الامريكية منكم وروحت وكلمت اي تنصيق يعني منحة وتعتبر بداية حلم بداية تنعرف ما طلعت على اول فرصة على اول فرصة قررت اطلب تمام لانه وما اجت فرصة زيها بعدين انا بدي كتير شغلة مهمة احنا ما زلنا تحت الاحتلال بغض النظر مين اللي ماسك الحكومة هناك مين اللي موجود بالاخير كل مشاكلنا تصوب في منطقة الاحتلال هو الاساس الاحتلال هو الاحتلال اللي قهرنا هو الاحتلال اللي خلينا منبحث عن دواتنا بره بديش بتحس خروجك من غزة ما بعرف اذا انت عم تشتغل على شي مشروع جديد يعني بعرف فيلم قارب ورق يعني شفت كتير عنه بس هل عم تشتغل على شي جديد هل اذا عم تشتغل على شي جديد هل خروجك من غزة اعطاك وحي جديد طريقة النظرة مختلفة على غزة مع المسافة اللي انت اخذتها فبهمني اشوف رؤيتك من الخارج كيف صارت خروجي من غزة فتح لي مجالات كتير ورؤة مختلفة ابسط حل قدرت منتج فيلم ب14 لغة عن الحياة تحت صقف واحد للاجئين في سويسرا لمجرد انك تشوف 14 لغة و14 شخص بيحكى عن الحياة عن بلده ومن ضمنها كان واحد من غزة والمنتير من غزة سبب اختيار المخرج لهذا الشخص لانه مد كليا هيعمل اشي غير عنه لو جبت منتير اوروبي ونجح ونعرض الفيلم بطريقة كتير جميلة هل الخروجي فتح لي مجالات اوروقة جديدة اه كتير وهذا حاولت اعمله حاولت اعمله وعدته وكان المصور ايامها من شركة رجدي عبر فيديو كليب اسمه عشق من فلسطين عن بنت من غزة ما قدرت تسافر وشاب قدر يسافر وعلاقة الحب ما بينهم اللي بيجمحهم البحر فاذا هي وقفة على البحر وهو وقف على البحر كأنهم موجودين لانه احنا بنعتبر البحر هو لغة التواصل مع العالم حتى من كتر ما هو لغة التواصل حلوة المساعدة نزلت فيه سؤالي الثاني الفرع الصغير منه انه اليوم بالوضع القاهر اللي عم بيصير بغزة اللي ما فيه انسان طبيعي ما يكون عم بتأثر فيه ويعني شيء مدمر لما عم بتشوف الانسانية عم تتساقط كتير من الشباب والصبايا والناس اللي بيغزة اليوم هن عم بيستخدموا السوشيال ميديا والتواصل يعني المنصات التواصل الاجتماعي ليفرجوا وضع غزة الحالي قديش لا يعني مع صعوبة عن أفلام بيظل كل طرق التوصيل صارت عبر منصات السوشيال ميديا فقديش بعد فيه محل مكان للأفلام ولصناعة الأفلام بهيك وضع فانا دايما بقول انه مش وقت الأفلام احنا وقتها لقيت نصنع لقطات حقيقية بكتابة تاريخها وزمانها ومكانها لانه هدي كلها هدي حجاج بنستخدمها لنوصل اللي بنعملها ولكن الان صعب هدي حد يعمل فيلم الآن احنا قاعدين في وضع نجاء هون محمود يمكن بنرجع لدور كمان عظيم كل عمره كان السينما هو مكان بمناطقنا العربية بذل غياب مؤسسات توثيقية أو تدميرها من قبل مثلا مثل مؤسسة التوثيق الفلسطينية ببيروت أول شي تهدفت من قبل الجيش الإسرائيلي وقت الاجتياح كان مركز التوثيق يعني نعرف قديش أهمية التوثيق بمناطقنا العربية لأنه تخلى من مراكز توثيق حقيقية فقديش أنت بتلاقي أن السينما هو عم بلعب هذا الدور بتوثيق حياة بظل غياب هذه المؤسسات التوثيقية وهو هذا اللي عم بيصير بغزة يعني حاليا الوقت الحاضر فيه إبادة بدها توثيق كل اللي بيصير في غزة الآن عبارة عن جهود شخصية والسينما هيجي دورها أعتقد بعد ما تنتهي الحرب وتنتهي فكرة أنه بدور على خبز عشان عشان يأكل وهذا معناه أنه كان يصور خلال الوقت هذا بس مش مش وقت هدوء المنتير هذا اللي جم القصة أنا بحب يعني كان أستمر أكتر بالحديث معك فبحب أعرف إذا بتحب تنهي بشي بحب أعرف إذا أنت بتواصل مع نور من الفيلم أنا بتواصل مع عائلة لغصين بشكل عام قبل فترة كانوا بدهم يعرضوا أحد جماعات أمريكا فكانت حاب أحكي كلمتين أو أعبر لنا تشوف مع الوقت أنه الباقي من الفيلم أنا ونور أو نور وعن اللي كنت بدي أقوله في النهاية أنه زي ما السينما هتكون بطولة لأنه الناجين اللي ناجعوا من من اللي بتصير في غزة ولا رح ينجوا لأنه بتعرفش يعني مثلا على سبيل المثال بيني وبين أنه أهل اللي كانوا هيستشهدوا مبارح أنه الصاروخ ما انفجرش بجرمش بيت فأنت بتعرفش من اللي هينجوا بس السينما هتخط بطولة لأنه هي تحكي عن الناجين الناجين اللي اللي بعد خمسة أو ستة شهور هتشوف في وجوهه مش يعني حرب والأطفال هدول زي ما فيلم ياسر نفسه هيكون موجود هتلاقيه موجود في الفيلم وروحه موجودة في الفيلم لأنه بحثه عن الحرية هو هو غزة هو مور يعني أنا ما بعتقد إنه من أكتر الأفلام أو من أكتر الأفلام اللي بيتشابه صانحها مع مع محتواها بتمنى الفيلم كتير يعجب الناس وده فيه غلطات في المونتاج أو في الصوت ما تغلطوش على المونتير والمكساج لأنه إحنا في غزة ما كانش عنا جهاز مكساج يعطيكم العافية على كيف قادرين تنتجوا وتعملوا هيك أفلام بظلي كل الممنوعات والحدود يعني اللي بديه يوم عن يوم يعني إحنا الصوت الزنانة هتلاقوه مصاحب بيطلع فجأة ويختفي هذا مش خلل في الصوت هذا الأتموسفير الطبيعي إحنا عايشين كنا في نشاز وأنا كمحمود أخذ مني زمن ثلاث سنين عبنما طلعت صوت الزنانة من رأسي ثلاث سنين بعده وعلاج معين إنه تطلع الصوت من رأسي بحكم إنه أصلاً في غزة كنت أرشيف يعني وإذا حد قال بتعرفوا اللي استشهدت أخذ صلاح الدين في 2014 اللي كانت لابسة أحمر آه بعرفها بتلاقيها في مجلد دي كده أنا كمحمود خجلان من أنا أعمل أي شي غير إنه إلا لما تنتهي الحرب بفهم بفهم محمود شكراً كتير على الحديث الجميل يعني اللي كتير كمان عاطفي شكراً يعني صراحة أفلامنا بهاي المبادرة الرائعة اللي عم تخلينا نقدر نغوص أكتر بتفاصيل أفلام عينة بالقصص ما وراء هذه الأفلام لأنه يعني وراء الأفلام في ناس وبشر وأشخاص وروس هيك مبدعة وبتعيش بكتير تقلبات وصعوبات حياتية خصوصاً بمنطقتنا العربية فشكراً أفلامنا على المبادرة وشكراً كتير محمود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر